الثقافية بداية صرحت وزيرة وثقافة والفنون ماريكا بن دودا أمس الاثنين بباتنا على هامش تدشينها لقاعة سينماتيك الأوراس أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل استرجاع قاعات السينما ومنحها للشركات المصغرة المنشأة من طرف فنانين حاملين لمشاريع في هذا الميدان كما أطلقت الوزيرة تسميات على عدد من المؤسسات الثقافية منها اسم المفكر حمود بن ساعي على المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ورمز الأغنية الشاوية عيسى جرموني على المحهد الجهوي للتكوين الموسيقية والنحات محمد دباغ على المدرسة الجهوية للفنون الجميلة وكذلك اسم الجامعي والباحث المصرحية الدكتور صالح لمباركية على المصرح الجهوي بباتنا